تباينت مؤشرات البورسة المصرية بختام التعاملات وقد تراجع المؤشر الرئيسي في حين ارتفع مؤشر EGX70 و EGX100 وسط أحجام وإحجام لتداول المتوسط وتراجع في رأس المال السوقي بنحو 81 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر EGX30 بنى نسبته 63 من 100% ليغلق عند مستوى 11542 نقطة في المقابل ارتفع المؤشر الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بما نسبته 34 من 100% ليغلق عند مستوى 2139 نقطة أما بالنسبة لمؤشر EGX100 فقد صعد بنسبة 28 من 100% ليغلق عند مستوى 3141 نقطة في أسواق العملات تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيا و 66 كرشا للشراء و 15 جنيا و 75 كرشا للبيع بينما سجل اليورو 17 جنيا و 66 كرشا للشراء و 17 جنيا و 77 كرشا للبيع في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 21 جنيا و 6 كروش للشراء و 21 جنيا و 20 كرشا للبيع أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و 26 كرشا للشراء و 4 جنيهات و 29 كرشا للبيع وسجل الريال السعودي 4 جنيهات و 17 كرشا للشراء و 4 جنيهات و 20 كرشا للبيع